أهو الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده نعبده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رجال مثل شاهقة الجبال وجيش من أساطير الخيال وحر من أعاجيب الحكايا وفتح من أفانين الجمال سلام عليك يا حلب في يوم الجمعة يوم الملحمة الكبرى أرياش من جناح جبريل تضرب معسكرات القرامطة الحشاشين ونفحات من أركان العرش تدفع الإكسير في عروق الثائرين سلام عليك يا حلب الحسناء بين غابة الوحوش المتكاثرة الحسناء التي تقاوم مشاريع التقسيم والانفصالية والتوحش والفوضى والطائفية حلب التي تقاتل اليوم جنود وشبيحة ومرتزقة آل الأسد الذين باعوا سوريا أرضاً وشعباً في سوق النخاسة حلب اليوم التي تقاتل الميليشيات الطائفية التي ترفع رايات الحسين بينما تجلس على صدره وتغرز خنجر الغدر بين شرايينه حلب اليوم التي تقاتل المشروع الصفوي الإيراني الذي يحلم بعودة آمال كسرى وقنبيز والخنزير البري في اجتياح بلدان العربي والمسلمين حلب اليوم التي تقاتل وتخوض في معركة الحرية التي رفع راياتها الشعب السوري عندما خرج في ثورته العظيمة قائلاً ضع في يدي القيدة ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على سكيني لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني وبرد يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي وأميني سأعيش معتصماً بحبل عقيدتي وأموت مبتسماً ليحياديني يا أيها الشعب السوري العظيم يا حلب يا أطفال حلب الذين تمزق أجسادهم طائرات الحقد الروسي والأسدي والإيراني وحلف الشر العالمي إن كل ما يفعل بنا ونضرب من أجره ونقاتل من أجره حتى نتنازل عن مطالب الحرية والعدالة والكرامة في إسقاط هذا النظام المجرم ربيب الصهيونية ربيب النظام العالمي الجديد القائم على هضم حقوق المستضعفين وبيعها والاتجار بها وتغني بحقوق الإنسان بشعارات جوفاء يا مجلس الأمن الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق هو الذي يوم يعتدي ويحمل قتلة الروس والإيرانيين الذين يقصفون أرق اللحوم البشرية بطائرات الحقد الصهيوني الأمريكي الروسي الإيراني كلهم متواطئون على هذا الشعب الذي صمم على انتزاع حريته من جلاده مهما بلغت الظروف هون عليك فلا هناك ولا هنا وجها لوجه قل لموتك هاءنا لا تنتظر خصما أقل بسالة وارفع جبينك مثل معوتنا تتبختر الدنيا وتظهر غيها فنقول يا حمقاء غر غيرنا لم يرتفع جبل أمام عيوننا إلا لنرفع فوقه أكتافنا يا أمة الثائرين والثورة يا ثوار سوريا ومجاهديها يا أنصارها ومهاجريها إنكم اتقفون في معركة اليوم فكما وقف خالد بن الوليد أمام هرقل قائلا له يا هرقل على ما يقتل الناس بعضهم بعضا اخرجي لي رجلا لرجل أقاتلك أو تقتلني فخاف هرقل وقال لهامان اخرجي يا هامان لملاقات خالد فقال هامان لخالد يا خالد والله أعلم ما الذي أخرجكم من جزيرتكم إنما هو الجوع وإني أرى صفرة الجوع في وجوهكم وإني أعطي كل واحد منكم عشرا من الدنانير على إن عاد العام القادم أعطيه عشرة أخرى وتنصارفون عن بلادنا فأجابه سيف الله المسلول السيف الذي سله الله على الكفار والمنافقين والمغتصبين قال له والله يا هامان ما الجوع الذي أخرجنا وإنما أخرجنا العطش وإننا قوم حبب إلينا شرب الدماء وإن ألذ دم وأطيبه لهو دم بني الأصفر الروم وإننا لشاربون يا هامان اليوم من دمك بسم الله والله أكبر يا صحابة رسول الله إن هذا يوم من أيام الله يظهر فيه الصدق ويذوب فيه الغش فأروا الله من أنفسكم خيرا ولقاؤنا في الجنة أو في خيمة هرقل وأنتم يا أنصار سوريا ومهاجريها يا ثوارها ومجاهديها يا درع الأمة الحصين ويا مخالب الأمة الحرة التي ستتحرر من نخاسها القذر أنتم اليوم تخوضون يوما من أيام الله فأروا الله في أنفسكم خيرا يا حكام المسلمين لقد وجه الحوثيون البارح صاروخاً لضرب مكة وإن جيوش إيران تقتل آل محمد في العراق والشام وتنحر الحسين كل يوم وتغتصب من أعراض النبي كل يوم وأنتم متفرقون سادرون في ملحقات حركات الإسلام السياسي لا تقتلوا أسودكم حتى لا تأكلكم ضباع الأرض وأطلقوا المارد منكم قمه وتحالفوا مع شعوبكم وافتحوا أبواب التوافق السياسي وردوا الحقوق إلى أصحابها وردوا المظالم وأجروا العدل وارفعوا رايته وابسطوا الشورى وتصالحوا مع شعوبكم لمواجهة هذا المخطط الخبيث الذي يستهدف الشام واليمن ويستهدف إلاف قريش ويستهدف كعبة المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلة لحوم البشر ونباشي قبور الأتقياء في بلاد الحرمين الشريفين يا حكام المسلمين وأغنياء المسلمين وتجار المسلمين وشباب المسلمين يا أحرار العالم وعشاق الحرية وأنصار الربيع العربي وبقايا المؤمنين به إن معركة حلب معركة خاصة بالجميع إنها معركة ضد الوثنية السياسية والطائفية والعرقية والإطنية والمشاريع الانفصالية والدول الميل الشاوية وأنظمة الهلال الصفوي من بيروتا إلى دمشق إلى بغدادا إلى إيرانا إلى جنوب أفغانستان إننا إذ نقاتل في حلب لا نقاتل كأننا سنة ضد الشيعة وإنما نقاتل حتى نحرر الشيعة من خاطفيها إننا نقاتل حتى نحرر التشيعة من شانئيه إننا نقاتل حتى نخرج الحسين من تحت شمر اللعين الذي ينحره كل يوم إننا نقاتل حتى نرد لزينب شرفها وكرامتها التي يتاجر بها الرخيصون في المبادئ والأخلاق قال صبح الطفيلي وليس أنا إن الشيطان خير من حكام العراق والدمشق وإيران هؤلاء الحكام الميليشيويون الصفويون الطائفيون الذين فشلوا في تعبيد شارع في العراق وبناء مؤسسة في العراق وجوعوا شعب العراق وهجروه يبعثون قطعان الميليشيات المرتزقة لتغزونها في حلب وكأن إسرائيل في حلب وكأن تحرير القدس يبدأ من حلب إن المتاجرة بالشعارات المقاومة والممانعة والإسلام والمسلمين لم تعد تنطل على أحد ولن تكذبوا على الحسين مرات ومرات لقد عرفت الشعوب غدركم وعرفت الشعوب خناجر الغدر التي غرستموها في طريقها للحرية إنها الثورة التي ما زالت ثورة الحرية على الطاغوت وثورة الضحية على الجلاد وثورة المرأة الحرة على نخاصها القذر تنبعث اليوم في حلب وغدا في الساحل حتى نصل إلى دمشق ونخرج ذلك الأبله المعتوه المرتزق المغتصر للقصر الجمهوري ونلقي به مكان ما ألقينا معمر القذافي سفاح ليبيا والمغرب العربي أيها الإخوة الكرام أيها المجاهدون الأبرار لأن شطت الديار وبعدنا عنكم ولكن أقلامنا ومشاعرنا وشعرنا وفكرنا كله في خدمتكم وخدمة ثورتنا وثورتكم إن إذا اشتد الزمان وناب خطب ودلهم أمسيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم للقل عدى بيض صيوفي وللندى حمر النعم إننا وهذا شأننا يدى دم ويراق دم إني وإن شط المزار ولم تكن داري أمام أصبوا إلى تلك الديار وأصطفي تلك الشيام وسلام عليكم في الخالدين والحمد لله رب العالمين